السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا جماعة الخير إن شاء الله الجميع بخير أخوكم حمد أبو حمز جابر يا جماعة الخير اليوم رابط تحديث البيانات تم تحديثه من إدارة الهجرة كان في خطأ طباعي طبعا الخطأ الطباعي من الترجمة وليس من الهجرة لأنه إذا دخلت باللغة التركية مباشر يترجم لك إيها كان أول بندين من سبب الموعد هو كان الله صلى الله عليه وسلم مكتوب وثيقة الزواج مرتين هي الأول تغيير القيد والثاني هي ورقة العزوبية أو ورقة سماح بالتثبيت الزواج تمام رح نروح معكم ونشوف شلون صارت التحديثة ومنها من خلال هذا الفيديو أيضا نتعلم كيف طريقة حجز دور تحديث بيانات بعد التحديث الجديد تمام نشرح شوية عن الرابط كمان أخوكم حمد أبو حمز جابر عفرات الكرام لا تنسوا تدعموني أتمنى الجميع يدعيلي بدعاء بظهر القيد أتمنى الجميع يدعم هذا الفيديو يدعم لي القناة سأستمر أقدم كل شي جديد يعني إمكانياتي ضعيفة أنا أصور من التليفون تحملوني أتمنى تكون لهجتي لهجتي مسموعة ومفهومة يا جماعة الخير تمام على بركة الله نبدأ إلى رابط تحديث البيانات إن شاء الله كالعادة يا جماعة الخير أنا محتفظ بالرابط بصندوق الملاحظات تبع تليفوني تمام يا جماعة الخير هذا الرابط رح أترك الرابط بصندوق الوصف أسفل الفيديو رح ندخل يا جماعة الخير هذه الواجهة الرئيسية لرابط تحديث البيانات يا جماعة الخير بدي أنصح على مجموعة من النصائح انتبه رقم بطاقة الحماية الدولية أو الحماية الخاصة بك ككملك طبعا السوريين أغلبهم كلوا حماية موقتة الحماية الدولية نادر تمام الدخل 99 تبعك أو رغم تي جي اللي هو مؤلف من 11 رغم تمام لا تخربط فيهم إذا أي خربطة رح يطيك لا يوجد سجل أو لم يتم العثور على تسجيلك تفكر حالك أنه وقف في سيستم تبعك أو ما في سيستم أو لا سمح الله في مشكلة بيكملكك لا أنت مخربط فيها ننجع البند الثاني اسم الأب اسم الأب يا جماعة الخير يكون بالأحرف الكبيرة اسم الأب لصاحب الكملك مثلا الأطفال فوق الثمنطعش مثلا اسم أبوك تسجل اللي مسجل بالكملك والدك يسجل اسم أبوه تمام طبعا عندهم حجوز بيسم الأب وتنزلوا الأطفال اللي فوق الثمنطعش مع الأم مع الناس الساكنين معاك فمن البيت فوق الثمنطعش ضمن بند الأفراد العائلة فوق الثمنطعش تمام رغم التليفون يا جماعة الخير رقم الهاتف المحمول أول ثلاث أرقام معدل الصفر يعني مثلا رقمك خمسة ثلاث أربعة طبعا من دون الصفر من الأحرف الأجنبية خمسة ثلاث أربعة تختار تمام تمام يا جماعة الخير تكمل الرقم رقم الهاتف تكمل بعد الخمسة ثلاث أربعة مت ترجع تنزله من جديد مثلا خمسة ثلاث أربعة سبعة تسعة ستة تسعة سبعة ستة واحد أو اثنين اثنين كمالة الرقم بعد الخمسة ثلاث أربعة تنزله هنا ما عدا شخطات ما عدا فرق يا جماعة الخير لا تحطوه لفرق بعدين نضغط على إرسال رمز التحقق يجينا رمز طبعا يفتحنا رمزين هذا الرمز يجينا برسالة على الجوال رسالة توارد تحطها هنا تمام في رمز ثاني رمز التحقق تحط موجود مبكتوب جنب المربع تنزله مثل ما وموجود راح ندخل البيانات ونرجع لكم يا جماعة الخير لاحظوا يا جماعة الخير كيف دخلنا البيانات دخلنا تسعة وتسعين دخلنا اسم الأب الأحرف الكبيرة البند الثاني تمام رقم التليفون أول ثلاث أرقام رقم تليفونك مع عدد صفر بعدين اكمالت الرقم هين بعدين هذا الرمز يجينا برسالة وارد جاءنا برسالة وارد ودخلنا بعدين رمز الحماية هذا هو جنب المربع تدخله مثل ما هو موجود بعدين تعطيه دخول هيدخل معنا الرابط يا جماعة الخير تمام البريد الكتروني انت مخير يصير تحطه يصير ما تحطه بدك تحطه حطه ما بدك تحطه عادي ما في حرج نجي على معلومات الأفراد الأسرة فوق الثمنتعش معلومات الأسرة فوق الثمنتعش والتي سيتم مقابلتهم معكم أرجاء ذكر الأفراد العائلة الذين يعوشونهم معكم في نفس المنزل تمام كل شخص موجود معاك من ضمن عائلتك من ضمن قرائبك موجودين معاك بالبيت أعمارهم فوق الثمنتعش بدك تضيفهم بهذا البند تمام يعني تضيف الرقم التسعة وتسعين تمام يدعش رقم اسم الأب بالأحرف الكبيرة مثلا تمام وتعطيه هذا تكبس هذا دقق وأضف لازم ينزل معاك تمام تعطيه دقق وأضف دقق وأضف تمام يا جماعة الخير راح ندخل مجموعة من بيات شوف شلون تصير الأداء كل مرة دقق وأضف يعني يصير فارق هذا فارغات هاي البنود رقم الكم لك اسم الأب الدخل الثاني والثالث والرابع يدخل كل واحد لحالة تعطيه أضف الدخل الثاني وتنطيه أضف الثالث دقق وأضف والرابع دقق وأضف ينزلوا كلهاتهم تحت تحت هذا البند بإشارة X أنه تم إضافتهم إلى رابط تحديث البيانات راح ندخل لكم مجموعة من البيانات إن شاء الله بإذننا بشأن نشوف شلون تصير الأداء هيا جماعة الخير البند الأفراد العائلة اللي فوق الثمنتعاش تمام أو أفراد العائلة اللي ساكنين معاك بنفس البيت وهما فوق الثمنتعاش ابن عمك ابن أخوك بدي يحدث بياناتك مع عائلتك بعد ما ننطيه 99 تمام نعطيه دقق وأضف بعد ما ندخل 99 واسم الأم نعطيه دقق وأضف شايفين نضافوا كل نضافوا شي عشر شقد بي عدد أفراد العائلة يضافون بهي الطريقة إذا ما نضاف معك معناته في مشكلة بيكملكو تمام كل ما ندخل اسم نعطيه دقق وأضف ينزل تحت يفضل هذا دخل الاسم الثاني دقق وأضف ينزل دخل الثالث الرابع العاشر دقق وأضف كلهم ينزلون تحت بند إذا ما نزل معك هيك البيازيت ما يقبلوا أو دارة الهجرة ما تقبل يا جماعة الخير يعني لازم الأفراد العائلة مذكورين بالحجز تمام يا جماعة الخير في حالة في حالة أشخاص يعني يعطيك راجع دارة الهجرة أو لا يوجد سجل رح نشوف مع بعضنا حاليا أنا جربتها يعني خليكم معي مثل هذا الاسم يا جماعة الخير أحد أفراد العائلة ساكن معهم دخلوا الاسم ورغم الكم لك عطوا دقق وأضف عطاهم خطأ حدث خطأ أثناء العملية لم يتم العثور على تسجيلك الرجاء مراجعة دارة الهجرة تمام هذا لأما تكون بخربط باسم الآن بتأكد من أحرف آي فوقها نقطة أو ما فوقها نقطة أو نقلة لأحرف كبيرة صغيرة تمام أو فعلا يكون قيده واقف تمام يكون الهجرة أو مندوب الهجرة أو النفوس زايرين على البيت أو مغير نفوس ومحدث بيانات ويوقف للغيد السيستم قيده أو يكون قيد الحجز موقف عفوا عفوا قيد الحجز يكون موقف عنده إيش يتصرف يتصل على المية وسبعة وخمسين يقدم شكوى أنه يا أخي أنا قيدي واقف أتمنى منكم أنه تتواصلوا مع إدارة الهجرة مشان يتم تفعيله تمام اللي عبي يعطيه راجع دارة الهجرة تصل على المية وسبعة وخمسين أطلب منهم تفعيل قيد السيستم تبعك السيستم تبع الحجز تمام هذول كلهم مشحالهم الحمد لله تمام كل أفراد العيلة في وقت 18 لازم نتنزلهم يا جماعة الخير مو بس حطيته هنا بهذا خلاص مش الحال نزل لا بدك تعطيه دقة واضف ينزل تحت تمه نزل في إشارة إكس أنه تم إدراجه ضمن الحجز تمام هاي انتهينا منها راح نكمل معكم كمان بدي أنوه على موضوع الإكس هاي الإكس هاي مثلا أنت واحد من الأفراد العيلة ما بدو يحدث تحذفه من هنا بس تضغط على الإكس ينطيك هل تريد الحذف تعطيه نعم وتحذفه من الرابط تمام هاي راح نكمل معاكم البنودة الأخرى نجعل معلومات الأفراد العائلة تحت الثمانتعش كم طفل عندك عشرة تفعل تمام في عداد عندك ما ما التزم معك العداد تمسحها مثلا عندك عشرة أطفال تحط عشرة تهلا لازم نضيف يا جماعة الخير لازم نضيفهم لأنه أقلب الحالات اللي وصلتنا أقلب الحالات آخر فترة البيزيد حصرا ما يدخلوا إلا الشخص الموجود ضمن الحجز حتى لو كان أطفال تمام وبعدين بدي أنوه على موضوع لازم تحجز على رقم تليفونك أنت حصرا حصرا رقم تليفونك يا جماعة الخير لأنه لما تروع البيزيد يدخلوا في رمز يدخلونه لازم يجي على تليفونك إذا ما جعل تليفونك يتم إتلاف الموعد يطلعونك لبرة هينتبه عليها تمام إذن لازم ننتبه أنه جميع أفراد العائلة موجودين ضمن الحجز حتى الأطفال الأطفال تحت الثمنتعاش ما في دا يتنزلهم بالرابط بس عبارة أنه عدد نضيفهم كعدد أفراد العائلة اللي فوق الثمنتعاش لازم نضيفهم مع كمالكهم ويجووا يحضروا تمام تهين من هذا البند البند الثالث سبب الموعد سابقا كان في خطأ بسبب الموعد يا جماعة الخير كان في خطأ بسبب الموعد في شيء مكرر يعني طبعا الخطأ هو الترجمة فقط لا غير اليوم تم تصحيحه اليوم تاريخ اليوم الجمعة 19 2020 تم تصحيح هذا الخطأ كان بند طلب شهادة ترخيص الزواج مضاف مرتين هو الأصل الأول تغيير السكان أي حدا شخص يا جماعة الخير استأجر بيت جديد انتغل على البيت الجديد لازم أول شيء ينزل فاتورة الفواتير باسمه نصيحتي إلو طبعا ثاني شيء يسجل بياناته بالنفوس هو وجميع أفراد عائلته تمام ينزلهم بالنفوس إذا عنده كرت هلال يروح يراجع الهلال بعد ما يثبت بالبيت الجديد مشان ما يوقف كرته ثلث الشهور ويرجع يفعله الويام الجديد الشغل الرابع لازم يحدث بياناته ويختار تحديث بيانات وتغيير العنوان تمام هاي تحديث بيانات هاي تغيير عنوان تمام العودة الطوعية طبع عفد طلب ترخيص الزواج اللي هي ورقة العزوبية طلب تغيير المحافظة هي مثلا إذا بدك تتغل على غير محافظة تمام طلب العودة الطوعية إذا أنت بدك تسلم بالكملك خلاص عودة طوعية في ناس يا أخي مروا معي مجموعة من الأسئلة أنه يا أخي محمز أنا سلم الطوعي بالبيازيد بس ما سافرت بصير رجاء أخذ الكملك لا خلاص انتهى صار عليك منع خمس سنوات والله أعلم حسب الموظف انتهى يعني إلا مرت معي حالة وحدة جماعة سلم وطوعي بعد أسبوع خبروهم على الجنسية شوفوا الحظ يعني بعد ما خبروهم خبروهم عن جنسية راجعوا البيازيد ما عاد يرضوه قدموا طلب استرحام طبعا الحمد لله رجعوا لهم الكمالك بفضل من الله سبحانه وتعالى وبشحالهم تحديث البيانات أي شخص لازم يحدث بياناته طبعا على مرور كل سنة يعني الأفضل كل سنة واحد يحدث بياناته إذا غير بيته يحدث بياناته إذا غير تليفونه إذا طرأ أي طارق لازم يحدث بياناته لتحديث البيانات طلب إصدار بطاقة جديدة أو بدل المفقود يعني مثلا ضيعت كمليكك تمام كمليكك أتلف مثلا قديم بدك تبدله تختار هذا الخيار طبعا الجميع اختارت تحديث بيانات هذا أساسي يحق لك تختار أكثر من الشغلة مثلا بده يغير سكنه اللي غير سكنه ما ثبته ضمن البيازين ترخيص الزواج مثلا ما يحق لك أكثر من ثلاث يا جماعة الخير بدني أنوح على موضوع في ناس يقول لك لا الموظف عم يقول لك أنه ما في داعي تراجعي لهجرة يا جماعة الخير التجربة خير دليل قال إسأل مجرب ولا تسأل حكيم تمام يعني أغلب الناس اللي عم سجل بالنفوس عم يطنش البيازيد أو الهجرة بشكل عام بأي محافظة كانت يتفاجأ بعد شهرين أو ثلاث يوقف سيستم تبعه يروع على الصيدلية يقول لك ما لك سيستم بدك تدفع للأجرة يروع على المشفى الدولي يقول لك بدك تدفع للقيمة المعاينة تمام يا جماعة الخير ومصارت مع أغلب الناس تمام من ذلك لا تستهون بالأمر خليك نظامي نصيحة لوجه الله تعالى اختيار المحافظة طبعا هذا الرابط يا جماعة الخير هو شامل لكل المحافظات التركية المدرجة فيه شو هي المحافظات المدرجة هي أنقرة اسطنبول إزمير أضانا أديامن آيدين بورصا تشانقالا دينزلي دياربكر قازي عنداب هاتاي مرسين كيسري كوجالي كونيا شالي أرفا وكليس هاي فيما عدا ذلك المحافظات الثانية يا جماعة مباشرا تتروح على الهجرة وتحدث ما في داعي تحجز لأنه ما هو مدرجة تمام ندخل مثلا اسطنبول فرضا أنا موجود في اسطنبول كومكابي هي البيازيد وسلطان بيلي سلطان بيلي طبعا الحالي الوقت غير مناسب الوقت غير مناسب يا جماعة الخير يعني الرابط مسكر غير متاح غير متاح للحجز سكرينه من الهجرة من الهجرة مسكرينه طبعا مثلا أنا موجود أديامن أديامن متاح كونه ما في زحمة لها هاي يا ديامن شوفوا يا جماعة الخير أعطاني مواعيد أعطاني مواعيد يوم الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس تمام خمسة عشرة هاي كلها مواعيد متاح ليش لأنه المحافظة ما عليها ضغط شلون يتم الحجز يا جماعة الخير مو طلعت لك هاي هايذا البند طلع عليك خلاص تم الحجز لا بدك تضغط على الدائرة الخضراء تمام ركزوا معي ضغطنا على النهار الاثنين شوفوا ايش طلع عنا طلع عنا رمز رمز حماية له مدة خمس ثواني أعفوا خمس دقائق من خلصة الخمس دقائق لازم تقينه من جديد لازم مباشر أنت من طلع عليك البند هذا تدخل رمز الحماية بهذا المربع اندخله تمام تسعة ثلاثة صفر ثلاثة ثمانية بالأحرف الأجنبية تمام ونعطيه حجز نعطيه حجز يا جماعة الخير تمام تمام عطيت عطيته كمان نفس الشي بس عطيت حجز يتم الحجز وتجيك رسائل بأنه تم الحجز على رابط تحديث البيانات هيا أديمان إذا كانت محافظتك أديمان إذا محافظتك إسطنبول إسطنبول في ناس يقول لي يا أخي أنا كيمليكي أورفا موجود بإسطنبول يصير أحدث بإسطنبول لا يا جماعة الخير ما يصير طبعا هذا كل ما لدينا اليوم بورسا يا جماعة الخير بدي أنبه عليه عبي يفتح ثلاث دقائق وخالص يأخذ موعده وموعدين أمره عجيب غريب إسطنبول بدك تراغبه أنقرة يعني عبي يفتح كل فترة عبي يعطي موعد حاليا الوقت غير مناسب الوقت غير مناسب يعني الرابط مغلق مسكر الرابط يا جماعة الخير هذا كل ما لدينا اليوم طبعا حبيت أسجل الفيديو مشان الناس تعرف شلون تحجز شو الآلية اللي تحجز على أساس يا جماعة الخير في حال كان سيستمك واقف شو تعمل مثلا تتصل على المية و سبعة و خمسين أنوه على موضوع تغيير السكن أخذ بيت جديد أرد أنوه من جديد أخذ بيت جديد بدك مباشر تنزل الفواتير بإسمك نصيحة وتنزل تروح تسجل كل أفراد عائلتك بالنفوس أنا شارح كيف الطريقة في فيديوهات سابقة على قناتي على اليوتيوب وأيضا إذا عندك كرت هلال أحمر تخبر هلال أحمر بأنه أنت انتقلت على بيت جديد مشان ما يوقف كرتك تمام يا جماعة الخير أتمنى أنه كان الشرح وافي وكافي وأتمنى تفهموا على اليهجتي أخوكم محمد أبو حامزة جابر عثرات الكلام راح أتركو لكم رابط تحديث البيانات لجميع الولايات في أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأتركو لكم الروابط تبعي يعني أتمنى الجميع يشترك فيها شاركو الرابط للسوريين للاجئين العراقيين للاجئين السوريين تحت الحماية الدولية مشان يعرف شلون يحجز شو آلية الحجز تمام شو كمان بدي أتذكر فأقلم الناس يقول لك يا أخي أنا والله ما غيرت هذول وشو تنصحني حدث ببياناتي يا أخي ما دام ما غيرت سكنك ما غيرت تليفونك ما طرق أي طارق عليك جدتك شهادتك الجامعية أو ما شابه ذلك ما في داعي تحدث بياناتك ما دام شغال بالمشافي ما في داعي تحدث بياناتك تمام يا جماعة الخير شغلة ثانية شو هي اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كيمليكك يا جماعة الخير لا تبعثوا لحد ما تثق فيه تمام أنصح الجميع مستخراج شفرة الإيدولات أنصح الجميع مستخراج حساب من كدون فوائد تمام يا جماعة الخير حاول تستفيد من كافة الخدمات اللي موجودة في تركيا وأنت في بيتك مثلا دفع فواتير الغاز أو المي أو كذا أو ما شابه ذلك عن طريق النيت تعلموا يا جماعة الخير أنا عذرا يعني أنا والله أنا كل هاي التجارب أنا ما كنت تعرفها لكن إيش أتعلم من خلال تجارب الناس تمام يا جماعة الخير خليك نظامي شبكة الواي في لا تشارك مع حدا تليفونك لا تعطيه من الحدا لا تستخرج لحد رغم حاول إذا اشتريت رغم تشتريه من الشركة حصرا حاول تطلع إليه دولات مشان تتأكد أنه موضوعك نظامي ووضعك نظامي تمام يا جماعة هاي كلها نصائح إن شاء الله تكون استفدتوا منها بإذن الله هذا كل ما لدينا اليوم جزاكم الله خير وبرك الله فيكم طبعا جميع المعلومات اللي أقدمها أنا مجانا خالصة لوجه الله تعالى ثم صدق جاري وروح والدتي رح أترك لكم روابط تحديث البيانات بصندوق الوصف ورح أترك روابط قنواتي على الفيسبوك على التليجرام على اليوتيوب بصندوق الوصف سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هوكم محمد أبو حمزة جامل أحترات الكرام